لما بنكلم النهاردة على أهمية بطولة السوبر بكرة إن شاء الله مباراة بكرة بتمثل أهمية كبيرة للجلدة وللنادي الأهلي أول حاجة لقب الأكثر تتويجا لقب الأكثر تتويجا ده اللي غاب عن نادي الأهلي بقاله سنوات طويلة لما احنا بنكلم بنشوف دمنا دلوقتي الأكثر تتويجا ريال مدريد الأسباني في الصدارة بـ 26 لقب يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني 23 لقب بوكا جونيور الأرجنتيني 18 لقب ميلان الإيطالي 18 لقب وفي المركز الخامس برشلونة ده هدف كبير للعب النادي الأهلي بكرة إزاي نديق الفرق ما بين الأهلي وما بين ريال مدريد الأسباني بكرة لربنا أكرمنا إن شاء الله نكون 24 بطولة مش عايزين يعني إيه ننق من أولها لكن إن شاء الله لعب النادي الأهلي قادرة إنها تقدر تحقق الهدف ده الأكثر تتويجا ده لقب مهم لنادي الأهلي لقب في الرعاية في التسويق في العائد اللي بيدخل لنادي الأهلي لما إحنا بنقول نادي القرن وبنتكلم عن الأكثر تتويجا ده ألقاب مهمة جدا للنادي الأهلي فده لقب مهم جدا الأكثر تتويجا إن اللعيبة بكرة هي بتلعب عندنا هدف إزاي نديق الفرق بين الأهلي وبين ريال مدريد الأسباني ويبقى إن شاء الله عندنا 24 بطولة قرية طيب الهدف الثاني وإحنا بنتكلم عن نادي القرن نادي الأهلي نادي القرن فيه القرن العشرين طيب إحنا وإحنا بنتكلم وبنبني دلوقتي للقرن الواحد وعشرين الحمد لله نادي الأهلي بيحصد بطولات كثيرة قرية في بطولة أفريقيا طيب إيه الهدف برضو من البطولة دي؟ النهاردة عدد النقاط النهاردة في الاتحاد الأفريقي وإنت بتسعى لنادي القرن الأفريقي في القرن واحد وعشرين النادي الأهلي عنده 78 نقطة زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم الترجي التونسي في يأتي في المرتبة التانية 65 نقطة الوداد 63 نقطة الرجاء 54 نقطة الزمالك في المركز الخامس برصيد 47 نقطة فالنهاردة أيضا سندونس الجنوب الأفريقي 46 نقطة مازينب الكنغولي 45 نقطة نهضة بركان 41 نقطة حرية كونكري الغيني 38 نقطة والنجم الساحلي 36 نقطة في المركز العاشر فالنهاردة نقدر نوسع الفارق نادي الأهلي ينفرد برضو بالصدارة في لقب القرن الأفريقي أو نادي القرن الأفريقي دي مهمة جدا القب هي آه مباراة في كرة القدم لكن الهدف في أهداف كبيرة منها ترجمة نانسي قنقر